وصلنا هلا لفقرة السماعة والنطق مع صفا كيف حالك؟ أهلاً كيفك شو بنا نحكي اليوم؟ اليوم رح نحكي عن تطور البلا عند الأطفال في مرحلة الطفول المبكرة يعني من صفر ل 12 شهر ممتاز أنا عشان بنتي عمرها 11 شهر فرح أستفيد نعم حكيلي ايش فائدة انه نعرف هاي المحة التطور يعني احنا كمسلاً أهالي أو أميات بالضبط هلا المهم بهذا الموضوع انه نحرف نعرف انه الأطفال من عمر 0 لعمر 3 شهور بتكون مرحلة الصوكينج أو الصوكينج عندهم أو الشفط عندهم بيكون لا إرادي بيكون منعكس طبيعي بس انه الطفل أول ما توجه له إلى مصدر الحليب بصير يرضع بس هلا بعد عمر الثلاثة شهور خلينا نحكي من أربع شهور لستشهور بتصير هاي المرحلة بتبطل بس انها منعكس طبيعي بتصير مرحلة إرادية يعني الطفل برضع بإرادته يعني قادر على أنه يتحكم بالعضلة في هاي المرحلة هلا بآخر هاي المرحلة معظم الأميات بيبلشوا يعرضوا أولادهم للوزوجات أكتر بالأكل يعني بصير تعطيل الخضار المهروس بصير يتحكم باللؤمة أكتر فمش بس سوائل بصير يشرب فبصير ممكن يأكل أشياء لها أكتر من اللوزوجة فإحنا كتير بهمنا أنه الأميات تنتبه شو بالطعم أولادها بلس لأنه اللوزوجة كتير بتعطينا إنديكيشن إذا الطفل لساته وصل ستة شهور ومثلا لساته ما عم برضع أو لساته ما عم بياخد أشياء أكتر لزوجة أو أكتر صلابة إنه تنتبه لأنه ممكن يكون مؤشر على أنه وجود ضعف عنده ضعف العضلات نعم أو ممكن يكون إشي مشكلة مثلا سنترل يعني فوق بالدماغ بلغة ممكن تكون مشكلة سنترل بس ممكن يعني أنت هلا أحكيتي من صفر لتلاتة اللي هي بتكون لا إرادية بس إحنا ممكن من يعني من أربعة لستة إنه نلاحظ إذا فيه تأخر هذا أبدأ أحكي لك يا هلا لحد أمتى إحنا بنقرر أنه هذا الطفل ممكن يكون عنده تأخر يعني مثلا لأي شهر هلا لحنا مش دائما بهذه المرحلة دائما الطفول المبكرة مش دائما منلاحظ الفرق هلا من عمر ستة شهور لعشرة شهور الأطفال بتطوروا كتير بشكل أوضح بمهارات المضغ والمهارات الشفوية طبعا العضلات النطق أو العضلات الوجي أو العضلات الفكين هلا مثلا الطفل بقدر يمسح المعلقة بالشف العلوية هاي حركة شفوية بقدر يعملها الطفل بعد العمر ستة شهور الإشي الثاني بآخر هاي المرحلة يعني خليني حكي بعشرة شهور الطفل بقدر يشرب من الكاسة مش بس من الرضاعة بلس إنه بقدر كمان غير إنه يشرب بالكاسة بقدر يمس العصير بالمصاصة كتير أهالي بأخروا يعني بأخروا الطفل إنه يعطوه مصاصة هده إلو أثار جانبية؟ هلا ممكن ما يكون لإلو أثار جانبية بس إذا بقدر الطفل ليش أنا أظن يعطيه الأشياء بالرضاعة ما أنا بقدر أعطيها بالكاسة فبالحالة هاي أنا بقدر أوجهه فهي حركة طب ما هو مثلا مرات تنتبهي بتلاقي مثلا عمره عشر شهور أو 11 شهر بتعطيه بالكاسة بسير بده يشرب ماء بس كتير بكبكبع حاله وأنتي بتشربه هو الطفل لسه لما يصير عمره تقريبا 18 شهر بعد 18 شهر بصير يمسك ممكن يمسك الكاسة لا لا أهلا أنت ما سكتير هي بس يعني ما بتحسيه عم بشرب الكمية الكافية زي ما بشربها بلو بأعطيه هي بالرضاعة هلا مثلا هلا مثلا أنا دايما كنت كيف أحس إنه إذا أنت بدك تعلم ابنك المهارة علموا إياها أبو هو هو جعان عساس بتعلم بس تحس إنه لسه ما شبع بتعطيه بتعطيه الأشي الثاني يعني أنا مثلا إذا بدي أعلم ابني يمضغ أو بدي أعطيه يأكل الفرضان البسكوتة بعمر السنة لأنه بقدر يعود عودها بيفكه أو إذا فيه سنان الطفل إذا أنا بدي أعطيه كل الأكل مهروس 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 خلص مش حي يرجع يحك مثلا سنانه مش حيرجع يحرك فكه مش حي يجهد هاي المنطقة ويتعبها ويحركها ويوجهها فأنا لدينا شو كيف بوجه الأهالي بخليه يعطيه بدنه الأكل الصلب أو الأكل اللي فيه أكتر من تكتر وهو لسه جعان لأنه بيكون فيه نهم فبيستخدم عضلات وجهه وشفايفه وفكه ولسانه هلأ إذا ضل الطفل جعان أنا بطعميه بس لازم أوجهه لأنه أنا مثلا من خبرتي كنت ألاحظ دائما كتير أهالي بتأخروا وممكن ما ينتبهوا أن الطفل بقدر يعمل هاي الأشياء بعمر صغيرة مع أنها ممكن تكون مؤشر على وجود ضعف أو وجود مثلا مشاكل بالمضغ كتير أولاد عندهم مشاكل بالكلام ومشاكل باللغة ومشاكل بالتعبير ما بتبين لأنهم مؤخرين لأنهم هم مؤخرين لا ممكن يكون أصلا السبب أنه فيه مشكلة بالعضلة ممكن كمان يكون بالتآذر الحركي يعني فيه أطفال عندهم إشي بيسموه الأبراكسي الشفوية أو الحركية أنه ما فيه شي تنفيذ حركي صحيح للعضلات النطق عضلات الكلام وممكن يكون مع حراحل التطور الكلام أو تطور البلع عندهم متأخرة أصلا فبق ما اكتشفناها لأنه إحنا ما حاولنا معها قبل بصراحة كتير معلومات فخمة شكرا إليك وأنا كتير يعني حتى كأم يعني استفدت من هاي الشغلات شكرا إليك وبتمنى أنه طبعا أنه بحب أحكي شغلة أنه مش كل طفل إحنا تأخر بهاي الشغل ممكن يكون عنده مشكلة يس أكيد إحنا يعني بنحب نطمنكم نفس الوقت بس الحلو أنكم أنتم تتابعوا وتشوفوا كل إشي أول بأول عن أطفالكم وتتابعوا شكرا إليك كتير صفاء العفو أهلا شكرا إليك كتير صفاء